نريد أن نعرف ماذا علاقة هذه ضمائر التملك بصفات التملك مثل ما أعدي هنا بالأخضر مثلاً هنا بالجملة الأولى أستخدم لي صفة التملك اللي هي المون اللي وحده من ذول المون والتون والثون والناطخ والفوتخ مثلاً أقول سيمون ليبغة حتى أستخدم ضمير التملك أقول سي لوميا هنا شو رح أشوف بهذا الجدول رح أشوف شون مصنف لي ضمائر التملك مثلاً هنا لوميا تستخدم للمفرد المذكر لا ميا تستخدم للمفرد المؤنث لا ميا تستخدم لجمع المذكر ولا ميا تستخدم لجمع المؤنث نجي هنا على الضمير تو أقول لتين لك للمفرد المذكر لا تين لك للمفرد المؤنث لا تين لجمع المذكر ولا تين لجمع المؤنث وصلنا للضمير المفرد هذا أبو السون والسا والسين لا سين له للمفرد المذكر لاسيا له أيضا إذا كان الشيء مفرد مؤنث لاسيا لجمع المذكر الشيء اللي يمتلكه هو جمع مذكر ولاسيا لجمع المؤنث هذا بالنسبة للضمائر المفردة دنباو عهنانة كلها استخدمنا وياها شنو؟ استخدمنا إياها أدوات التعريف اللو إذا كانت مفرد مذكرة اللا إذا كانت مفرد مؤنثة واللي إذا كانت جمع المذكر أو جمع المؤنث هاي بالنسبة للضمائر المفردة اشتركوا في القناة